مرحبا بالقادة والمهتمين بأبحاث القيادة مع دكتورة غادة العنقاوي حيث تقدم لكم أبعاد القيادة المتعددة للمنظمات وفرق العمل وتلتقي بكم كل أسبوع في لقاء شيق لطرح مفاهيم حديثة تثري رحلتكم القيادية مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست القيادة مع الدكتورة غادة طلال العنقاوي المتخصصة من أكثر من 20 عام في القيادة بجميع مستوياتها من خلال أبحاثها في الدكتورة وبخاصة السلوك القيادة الفعال وأتخصصها في توجيه القيادة وتوجيه فرق العمل أو ما يعرف في العالم بليدرشيب أنت كيم كوتشينج حياك الله دكتورة غادة أهلا وسهلا العبدالعزيز الله يحييك دكتورة غادة اليوم نستكمل موضوع ذكاء الثقافة والجدارات الأربع ونطرق بالتحديد لموضوع الاتصال سواء كان الاتصال الشفحي أو الاتصال الغير شفحي حدثينا بداية دكتورة لماذا يعني الموضوع الاتصال مختلف عن القيم السبعة وعن الجدارات الثلاثة اللي ذكرتيها في الحلقة الماضية هو طبعا موضوع الاتصال يدخل بشكل كامل في القيم السبعة لأنه أحد أهم القيم اللي هي قيمة الاتصال المشحون والاتصال المباشر الاتصال المباشر وتكلمنا عنه قبل كده اللي أنت مباشرة بتقول اللي في رأيك وبتعبر عن نفسك بوضوح وتوقعاتك وهذا يغلب في الثقافة الأنجلوساكسونية ما في عندهم في الموضوع دالئ خلاص ما عجبني الديل ما عجبني يلا نقفل اليوم الشغل ونمشي لا عجبني أنا عجبني لا أنا شايف أنك أنت غلط أنا شايف أنك أنت غلط ولكن إحنا في العالم العربي عندنا ثقافة السياق المشحون الغير مباشر مشحون بالإشارات وتكلمنا عن هذا الشي قبل كده إن إحنا كعرب نحب إن إحنا نعمل إشارات جسمية وصوتية ولها علاقة بالمظهر وبالمكان وترسل رسائل معينة شئنة أم أبينة للطرف الآخر وهو يقراها عاد بكيفه عرفت كيف يفهمها إذا ما يعرف كيف يفهم ما يتعلم لكن أنا ما حقول له إنه أنا مو مرتاح معها هو لازم يفهم الكلام ده من السياق ويقول يعني بعدين ينزعج الشخص يقول مثلا الأم تقول والله غمزت للبنت في المجلس بس هي يعني بعدين تكبر الزعلة أي تكبر الزعلة وما تقول لها وما تقول لها إيش مضايقة منها تتركها هي تفجريت أوت تجل الساكتة تجل الساكتة والبنت محتارة ليش أمي زعلانا تتألم البنت هذا السلوك مع مرور الأيام وتصير هي لما تزعل تكفي للباب طرق أردت كيف ويالله أنت تفهموها بقى أنا مزعلانا ولا مو زعلانا وراضوني كمان صح فهي نتيجي هذه بس هي جزء من الثقافة كيف تتغير زي ما قلت لك المرة اللي راحت في الحلقة السابقة تحتاج إلى جهد جبار وهي جالسة تتغير بعض الأشياء الآن لأن إحنا الثقافات العليا يعني إحنا عندنا الآن الثقافة العليا هي الثقافة الأنجلوسعكسونية لا زالت في قوتها الفكرية والثقافية وبالتالي لما تجي لجيلنا الحالي في الثقافة العربية يتبنى قيم ومفاهيم الثقافة العليا اللي هي الأقوى ويكون تابع لها ومقلد لها لأنه ما عنده نموذج أقوى أمامه وهذه في علم الاجتماع وفي ثقافات اللي هي الأنثروبولوجي وليش الناس يعني كيف يتكون العقل الجماعي على قول الدكتور ربيشي يعني انت سألتني عن الاتصال الشفهي والغير الشفهي صحيح وركزنا إحنا في الحلقات في الجدارات الثلاثة على ما يحتاج عليه القائد أو العضو في أي فريق عمل أو تنظيم أو مجتمع لينجح عبر الثقافات في عمله وهذا هو هدفنا الأساسي ويصعد بأداؤه ولعلنا نذكر أيضا بأن ما نتحدث عنه ليس له فقط علاقة بالأجنبي اللي يعيش في بلدي حتى أستطيع أن أفهمه وساعده أنه هو يؤدي أداء أفضل وهذا هدف أنا بجيبه من بلد لبلده وبخسر عليه وبتفعله راتب أبغى أن ينجح فلازم إذن أتعامل مع ثقافة الخاصة به وهو كيف يتواصل حتى أستطيع أن أحصل على أفضل النتائج منه ولكن هذا الموضوع أيضا مهم لنا إحنا كشعب خليجي عربي سعودي عندنا كثير من المبتعثين في ثقافات مختلفة عبر العالم وتخصصات مهنية وكل تخصص مهني له ثقافة وخرجنا للعالم وعشنا هناك وبدأ نختلط ورجعوا أبنائنا من الإبتعاث ومعهم ثقافات جديدة ورجعوا مختلفين عن الشكل اللي كانوا فيه لما المشيوا عاشوا هناك خمسة ستة سبعة تمانية عشر سنوات أحيانا إذا أنت طبيب وبالتالي دخول عناصر ثقافية جديدة على الثقافة الأساسية في المجتمع العربي الآن بتحدث نوع من المعرفة بالتعبير الجيولوجي لما سطح الأرض كده يتحرك طبقات الأرض يتحرك وهذه بسبب صراعات بين الأجيال زي ما تكلمنا المرة اللي راحت ولذلك مهم أننا نتعلم القيم السبعة والثقافات العشرة وكيف كل ثقافة تتميز بإيش من القيم قبل ما نروح ندخل في ديك الثقافة ونعيش فيها عشان نعرف كيف نتعامل معاها ونستخرج أفضل ما لديها ونعلم الناس اللي احنا عايشين معاهم من أهلنا وأسرنا الممتدة والأجيل السابق كيف يتعاملوا معنا لأن احنا أصبحنا الآن مختلفين عن أول ولو عملت ستقييم ذكاء ثقافة لشخص مبتعث وشخص غير مبتعث حتلاقي أن المبتعث اكتسب من الثقافة الخارجية سمات ظهرت في التقييم ترى التقييم ما هو سهل سؤال ولا سؤالين انت تجلس تعمل ستين سبعين سؤال وفي الأخير بتمر هذه الأسئلة بفلاتر معينة بيصير لها بنشماركين مقابل مئة ألف مئة وخمسين ألف عينة عبر الآلم وبعدين يطلع الثقافة حقتك ما يطلع ثقافة بمسمى ولكن تطلع القيم السبعة بدرجات مختلفة ويظهر انت مين لما تكون لوحدك وانت مين لما تكون في وسط المجموعة واشياء ثقافتك الأصلية واشياء ثقافتك كل هذه يطلع لك هي التقييم ويساعدك أنك أنت تفهم نفسك وإذا عملنا التقييم ده على مستوى فريق العمل وعرفنا كل عضو جاي من أي ثقافة ثقافة الأصلية ثقافة المتغيرة وجمعنا البروفايلز هذه مع بعض وحطيناها على تشارت يستطيع أعضاء فريق العمل إنهم يتناقشوا في اختلافاتهم وفي طريقة التواصل يعني أنا نفست التمرين ده مع فريق عمل و90 دقيقة من الحوار العجيب اللي أثر على اتخاذ القرارات على الاجتماعات على طرق التواصل الشخصي بينهم هم كانوا فريق قيادي وجلسوا جلسوا يعني هذا يطالع إفداء يقول له أنا كنت أظنك كذا بس هذه ثقافتك أنت هذا الأوريجن حقك أنت جاي من هذه البلد وإنتوا في هذه البلد بتتكلموا بهذه الطريقة قال إيه وإحنا كده هذه طريقتنا وأنا كنت بحاولة فاهمكم بس مو أعرف إش اللغة اللي أستخدمها فلما نحطينا الأسسمنت صار فيه لغة مشتركة بينهم وقدروا أنهم يوصلوا لآلية استراتيجية للتواصل عشان يكون عملهم ناجح وعالي الأداء ف لذلك يعني الاتصال الشفهي والجسمي كجدارة هو ناتج عن الثلاثة اللي قبلوه أفت كيف يعني هو عبارة عن زي واحد بتعلم لغة جديدة عشان يقدر ينجح في في كتابة رسالة الدكتورة ولا ماجستير بيبتعثوك بتروح بتجليل السنة تتعلم لغة قبل ما تعمل أي شيء تاني هذه اللغة لما أنت تدخل على الثقافة الجديدة لازم تتعلم لغة الثقافة هذه اللي هي السبع القيم أو العشرة القيمية من سبع إلى عشرة جميل كلامك جدا جميل دكتورة ولكن كلمينا شوي عن الثقافة كيف نقرأ القيم السبعة بلغة التواصل اللي هي الجدارة الرابعة هذه نعم يعني عندك ليس فقط الاتصال اللفظي وتختلف من ولاية لولاية في أمريكا أو في بريطانيا من الشمال للجنوب أو في أستراليا ولا في ساوث أفريكا هتكلم عن واحدة لغة الآن وهي لغة إنجليزية لكن كل ريجن ينطقها بطريقة مختلفة وصوت مختلف وتأني إشارة مختلفة يعني تدي رسالة مبطنة مرافقة لها مو بس كده مو بس اللحجة والكلمات عندك أيضا لغة الجسم الإشارات الطريقة اللي بيتكلم فيها الشخص بنحني للأمام بفرصة عينه بيستخدم يده بيسوي كده براسه بيميله مرفت كيف عندك أيضا السياق اللي هو جالس فيه التحف الرسومات طريقة توزيع الأثاث لبسه وطريقة مشيته تسريحته لشعره إذا في شعر إذا ما في شعر إذا ربه لحية ما ربه لحية كل هذه إشارات تأتيك قراءة معينة لهذا الشخص والثقافة اللي هو فيها طبعا الأسهل إنك تأخذ التقييم وتفهمه على طول بس مفكل مرة أنت تقدر يعني مع فريق العمل تقدر تعمل تقييم لكن مع الناس الأجانب اللي ما تعرفهم وتقابلهم لأول مرة أنت لابد يكون عندك ذكاء يمكنك من قراءة ثقافة الشخص ده من الاتصال أو عدم الاتصال الصمت فالموضوع ليس فقط بالسهل أنت تدخل بيت شخص طيب معزوم عند شخص قال لك تعال تعال أني تقابل اليوم تعالي على البيت أول ما تدخل تشوم ريحة البخور وريحة القهوة وتسمع صوت الصحون في المطبخ وتشوف المجلس نظيف يشرح الصدر وتجلس والضيف يرحب فيك والجلسة حلوة أنت تستنتج أنه هذا ستكون لقاء رائع على طول وهذا إنسان بيرحب فيه مقدمات هذه وهو لسه ما تكلم والباب مفتوح حق البيت سيبلك هو مفتوح أهلا وسهلا إذا جيت أدخل على طول السياق هذا بديك قراءات مختلفة قبل حتى هو ما يتكلم ويقول لك عليكم السلام أهلا وسهلا ولما تروح لشخص آخر والبيت مظلم والباب تأخذ وقت تدق الجرس اللي أنا حديرد طيب وبعدين يفتح لك الباب هو في التوبة البيت ولا في ريحة قهوة والدنيا ظلام جوه واقف قدام الباب سادد بجسمه يعني بيقول لك لا تدخل أنا ما أبغاك اليوم تجي أنت فين طلعت لي أنا موف مزاج طيب فإذن هذه السياقات تديك قراءة أنت على طول لما تشوف الشخص واقف كده وسادد الباب ما حتصر تقول له أنا جاي اليوم أتكلم معك في موضوع طيب كيف حالك طيب أنا بس حبت أشيك عليك وتمشي نفس الشيء بالتليفون لما يرود عليك حبت تشوف إذا إذا الجرس شغال ولا مش شغال الصوت نبرة الصوت لما شخص يرفع السماعة الطريقة اللي يرود فيها على الطول في قراءة عندك الداخلية مزاج وممزاج ومنفتح للاتصال لا مشغول يعني في أشياء كثيرة تساعدك إنك أنت تقرأ زي ما تقوله إيش المكتب حق الرجل اللي تيجي إنت الآن تشتغل في شركة وتروح دخلت على زميلك مكتب مفوضى قشرة موز كوب القهوة من الصباح جالس إيش تستنتج عن هذا الإنسان وطريقة التعامل معه زي ما يقول نظامه اليومي طريقة التواصل ما هو عنده فوضى كيف مخه يشتغل بطريقة مختلفة وتبدأ هذا إيش تحاول تعمل قراءة لكن واحد طالي تدخل تلاقي مكتبه منظام كل شيء ويقدم لك عطول كوب شاه وانت جالس عنده مكيرة نسبريس وراء وعطول صبالك القهوة ويجلسك ويسمع منك هنا يجي القراءات هذه المختلفة اللي تساعد الإنسان إنه يشتغل في بيئة العمل وينتج فيها فهذه القراءات هي نفس القراءات اللي إحنا نستخدمها علشان نقرأ ثقافة جديدة كيف نحس إنه إحنا مرحب فينا في هذه الثقافة جميل طيب دكتورة هذا على مستوى البيئة هل إينا شوين نتكلم على مستوى الإشارات الجسمية واللغة الجسد هل شعرت مرة وإنت في اجتماع وتبغطين شئ شركة مع شخص بإنك ما تخرج من الاجتماع بأي نتيجة كل ما جلسته تناقشه العمل كل شي تناقشه إلا العمل القهوة ونوعها والجلسة في المكان والبلد والكوفيد وكل شي إنجاب صيرته في هداك الاجتماع اللي هو أصلا تعال نجتمع علشان نشوف كيف المشروع حقنا حيمشي وآخر شيء في النهاية يقول لك طيب خلينا نشوفك تاني عشان نتكلم في الموضوع صح تحصل أنا في ناس يعني أجانب أجانب أمريكان يعني جلست معهم في دورات التدريب اللي هي لها علاقة بذكاء الثقافات وهم لهم مصالح في بلادنا يبغوا يكملوا صفقاتهم استيراد تصدير إلى آخره يشتكوا من هذا الشي يقولوا إحنا نيجي نقعد في السعودية ولا في دول الخليج ونيجلس شهرين أحيانا حتى نقدر نحصل على كلمة وحدة لها معنى في سياق العمل إيش القصة فإحنا نقول لهم نقول لهم إحنا إحنا سياق جماعي كولابرتف ما نقدر ناخد قرارات فردية حتى في الشركات العائلية لازم نقرأ الشخص ونكتسب عنه قراءة كاملة هو ومينه ونشوف تصرفاته وسلوكياته في البيت وفي البر ونعزمه على عشوات وغدوات ونناقش كل شيء إلا الموضوع اللي هو جهل لشانه إحنا بالنسبة لنا هذه الأبروتش تبعنا لبناء الثقة وهو إذا قاعد على عصابه ومو متحمل وقفل بعد ثلاثة أيام ونربعهم ونربعهم تحت باديت حقه الميزانية وإحنا نغض نظر على طول نشوف غيره عرفت كيف ومن هنا تيجي القراءة المهمة للأجنبي إنه لما نيجي يبغي يعمل شغل في بلدنا لابد يكون عنده باديت حق ثلاثة شهور مو حق ثلاثة أيام ويعمل حسابه إنه هو هذا الطريق الوحيد اللي حيصل فيها للتعاقد حيصل فيها على الثقة في هذا المجتمع طبعا الأمور بتتغير الآن وزي ما قلتلك في شفت سائر في الثقافة وفي جيل جديد يعرف كيف يتعامل مع الأجنبي وما يبغي يخسره ويجيب المحامين وعلى طول بيقفلوا لكن لا يعني هذا إنه هذا الجيل هو السائد لازلنا إحنا في ثقافة الجيل السابق الجيل السابق يفضل يتجنب إنه هو يوقع أي عقود قبل ما يكتسب الثقة حقه الشخص هذا أو هو يثق فيه ولذلك يعني نجي لموضوع لغة التواصل مهمة جدا لنجاح الأعمال لنجاح الاجتماعات الإغلاق الصفقات ومهم إحنا كمان ما نخسر الشخص يعني إذا إحنا لنا حاجة عند هذا الأجنبي ونبغى نكسبه كمان إحنا لازم نرأي إنه هو إنسان يعني الوقت بالنسبة له هذا يعني فلوس كل دقيقة يمضيها معنا هي بمئات الدولارات فلابد أن إحنا نكون كمان نكون سيدريت ونكون إحنا صريحين أكتر لأنه هو يقدر الصراحة ويبغى الصراحة طبعاً لما تيجي تتعامل مع الصيني اللي جاي من إيجا اللغة حتختلف تماماً هذاك لا يمكن ياخد قرار من غير ما يرجع للمجموعة وبالتالي أنت لازم تخاطب بلغة المجموعة وتأطي اعتبار للمجموعة وفي نفس الوقت هذاك غير صريح في مشاعره ولا توقعاته وبالتالي تحتاج وقت أطول معاه ولكن الصيني عنده ذكاء ثقافات قوي وهذه الأشياء اللي بتكلم عنها بيدرسوها هناك الآن في عالم الأعمال وبدربوا عليها الناس فالصيني الآن تعلم كيف يتكلم بجرأة ويخرج من قوقعته لكن هذا لا يعني أنه كل الصيني حتقابله حيكون بهذا الذكاء ولذلك أنا كل رجائي أنك أنت تخطط لاتصالك تضع استراتيجية وتفهم اللغة المنطوقة ويكون عندك ذكابلري كافي عشان تعرف إيش هي الإشارات اللي جاية مع اللغة يعني لما واحد صيني يرحب بيك ولا ياباني ويرخراسه كده هل هو بيعبدك؟ لا هو بيحترمك بيحترم الإعلاقة هذه فبيقدم الإحترام فتيجي أنت تعمل نفس الحركة وترخراسك وتسوي نفس الإشارة ليه؟ لأنه كده هو تكسب قلبه وتكسب ثقته أنك أنت يعني منفتح للتعامل معاه وإذا جاء الأمريكي يتكلم معاك تكون يعني تتماشى مع لغته إذا مزح تمزح أو إذا ضحك يتضحك إذا عبر عن نفسه وتعبر أنت عن نفسك تختار الشيء تختارك شوية الخصوصية تبعتك وتنفتح أكتر حتى تكسب ثقته حتى يبدأ يحس أنه هو ما بيضيع وقته أو تحترم المواعيد حاول تحترم المواعيد وطبع الكلام يطول ما حني أتي دورة تدريبية في الثقافات الآن ولكن هذا تقريبا خلاصة الموضوع جميل خلينا نختم معاك دكتورة بما أنه المستمعين يعني قريبا كلهم عرب أو على الأقل يعني متحدثين باللغة العربية خلينا نتكلم شوي عن الثقافة العربية هل هي بشكل عام تعتبر عالية على مستوى ذكاء الثقافات هل يوجد أساسا شيء عالي وشيء منخفض تكلمينا شوي عن العرب كعقل جماعي نعم نعم الثقافة العربية الآن مع حركة الابتعاث صار في يعني إحساس أكبر بالثقافات الأخرى العالمية المحيطة وأيضا مع يعني تكاتف قوة معينة في العالم العربي زي دول مجلس التعاون جامعة الله صار في نوع من الانفتاح لتعلم ثقافات أخرى عربية لأنه حتى الثقافات العربية شوي فيها اختلافات يعني ما هي كلها وحدة وصار في احترام أيضا مع حقوق الإنسان للثقافات الأجنبية التي تعتبر من الدول النامية التي كنا من زمان يعني كان في نوع من التفرقة مع وجود القوانين حقوق الإنسان فالآن صار في نوع من الاعتبار للآخرين وزادت قدرة العرب على احتواء الثقافات الأخرى وفتح المجال لها أن هي تكون متواجدة معنا بسلام وبأمان وهذا يمكن الهدف الأساسي من العملية كلها أننا نسعى إلى مصلحة الإنسانية عموما لأننا نعيش في كرة أرضية وحده والرسول صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله رحمة للعالمين وهو قال اللهم صلي وسلم عليه إنما بعثته لأتمم مكارم الإخلاق ولذلك لا يمكن أننا نكون شرسين أو معادين لأنه ما هي فقط مصالح اقتصادية وسياسية ولكن هي أيضا قيادة عالمية إنسانية يعني إحنا لابد أن ننهض نكون أمة لها قوة علمية وفكرية وثقافية ونكون إحنا لنا السبق في الوصول إلى كل الثقافات الأخرى وكسب احترامهم من خلال الأخلاق ولذلك في النهاية برضو أنا أؤكد على موضوع إثيكال ليدرشيب القيادة الأخلاقية النيوكارزمية كالقيادة يعني مثالية وتحترم التعامل مع شعوب العالم المختلفة جميل جدا شكرا لك دكتور غادة على هذا الحديث وإن شاء الله بفعلا نتمنى أن يسود الاحترام بيننا كأفراد داخل الأسرة الواحدة وداخل المجتمع الواحد وبالتالي نستطيع أن نوصل هذه الثقافة المغلفة بالاحترام إلى العالم شكرا لك مرة أخرى دكتور غادة وشكر موصل لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام في كل مكان في الختام تقبلوا أطيب التحاية لكن قبل أن نختم دعونا يذكركم بأن الدكتور غادة تتلقى جميع أسئلتكم حول موضع القيادة على موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com وهو أيضا موجود في الوصف الخاص بهذه الحلقة مرة أخرى قبل أطيب التحاية مني أنا محددكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم على خير إلى اللقاء استمعتم للدكتور غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجددا